في هذه السوق الشعبية يجد أحمد فرصة للكسب كأغلب شباب حي الزهروني بعدما ذاقت به سبل الحصول على وظيفة بعد تحصيله الجامعي ويصعب على أحمد الحصول على قرض أو دعم مادي لإطلاق أي مشروع صدقني تمشي بشتاخوهم ثلاث عملين مش تمشي تخدم بهم مش نحكي لك يعني يزم تشهد عليك تونس يزم الباج يجي يضمن فيك ولا مش عارف نبورتك يعني وراق وحكايات يعزوك بأي حلم نعيش وأي غد نترقب أسئلة تتكرر بين هذه المجموعة من شباب عمر واحد من الذين لا يفكرون إلا في الهجرة سرا إلى أوروبا كما يقول أو أن يعيش حالة يصفها بالفراغ قد تحمله إلى الجريمة والانحراف أو التطرف الحال حارق أن يقتل ولا الحكومة هؤلاء يعملوا حاجة جديدة خدمونا عشرين سنين ضايا عشرين سنين ضايا ما عندوش حتى حق فميش حتى حق في تونس فميش لديت الحياة الشعبية كل خصوصا جبال لهم فما حتى حق عندهم هم يعيشوا هم يعيشوا وإحنا نموت أكثر من ستين في المئة من الشباب